نرحب بضيفنا من ترابلوس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة في ليبيا السنوس اسماعيل كما تنم إلينا من أنقرة المتحدثة باسم جمعيات الصليب والهلال الأحمر ميريام عبدالله أهلا بكم ضيفي الكريمين سأبدأ بترابلوس معك أستاذ السنوس اسماعيل لكي تشرح لنا ما الذي قصده السيد المنفي حول الانقسام المؤسساتي وتأثيره على جهود الإغاثة والانقاذ هل فعليا انعكس ذلك بشكل مباشر على الأرض على مسار الإغاثة تحيي لكم طيب ولكل السادة المشاهدين هو طبعا في بداية الأيام الأولى حينما كانت الصدمة قوية والجميع تأثر بها من جميع الأطراف لم تكن هناك حديث حول هذه الإشكاليات وكانت الإغاثة تتدفق وفرق الإنقاذ وفرق الإسعاف يعني من كل أنحاء ليبيا على الأقل نقول من غير طبعا المساعدات الدولية ومن كل المؤسسات شرقا وغربا وجنوبا ولم يكن هناك حديث حول هذه المسائل اللي هي مسائل الانقسام السياسي والخلافات السياسية ولكن يبدو أن بعد التعافي من الصدمة وامتصاص الصدمة الأولى فأصبحت هذه المشكلة تبرز وبكل تأكيد هي مشكلة خطيرة سوف تنعكس على عمليات الإغاثة والإنقاذ وسوف تنعكس على إعمار درنا مستقبلا وهي مشكلة خطيرة لا شك في ذلك خاصة أن الصوات ارتفعت من الغرب وهناك مضادة لها من الشرق يعني في الغرب تتحدث حول إعاقة عمليات الإغاثة والآخره وفي الشرق يتحدثون عن الجهات الحكومية وكذا في طرابلس أنها لم تقم بما عليها فيما يتعلق بإغاثة المنكوبين لذلك أعتقد أن السيد المنفي يريد أن يضع نفسه بعيدا عن هذه الخلافات باعتباره هو بالأساس فكرة تأسيس المجلس الرئاسي ونائبين رئيس من الشرق ونائب من الغرب ونائب من الجنوب يعني يفترض أن يكون المجلس بطبيعة الحال أن يكون محايد بين الجميع ولكن طبعا المجلس لم يتمكن من انتزاع صلاحياته بصفة القائد العلى للجيش أو بصفته الرئيس الذي يرسم المجلس الرئاسي بصفة الرئيس الذي يرسم السياسة الخارجية للبلاد وهناك صلاحيات أخرى فهو يحاول السيد المنفي أن ينأى بالمجلس الرئاسي عن هذه الخلافات التي بكل تأكيد ستؤثر على عمليات الإغاثة والانقاد اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفتنا في أنقرة سيدة مريم عطلة لنرى إن كان فعليا هذا الانقسام يؤثر على جهود الإغاثة لدى المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر أودا أسألك أستاذة مريم مع من فعليا الصليب الأحمر والهلال الأحمر ينصق في ليبيا كيف يتم إيصال المساعدات وعلى أي أساس مساء الخير نحن نعمل مع ومن خلال الهلال الأحمر الليبي على الأرض هو شريكنا على الأرض وبالتالي نرى اليوم أن صعوبة وصول المساعدات هي لها علاقة أكثر بالبنية التحتية التي تضررت كثيرا جراء هذا الفيضان لأن ليبيا كما نعلم كانت تعاني من نزاعات مسلحة لعدة سنوات وبالتالي أتى هذا الفيضان وأنهك البنية التحتية وأصبح اليوم في الدنة هناك طريق واحد يعني لوصول هذه المساعدات لأعداد هائلة من الناس ويعني نحن من خلال الهلال الأحمر الليبي يعني نقدر على توصيل المساعدات من جميع الجمعيات الوطنية حول العالم أما يعني فيما يخص الانقسام فدعيني هنا أن أوضح بأن الهلال الأحمر الليبي لأنه معروف في ليبيا يعني مهمته نبيلة إنسانية وكان دائما على الحياد وغير متحيز وبالتالي هو يعني محبت وجودي في كل مكان وبالتالي نحن لا نعاني من مشاكل سياسية لإيصال المساعدات من خلال الهلال الأحمر الليبي ما رأيك أستاذ السانوسي في هذه المسألة بالتحديد إذا كانت مؤسسة دولية مثل صليب الأحمر يعني لا تشتكي أو لا تعاني من أي تدعيات ناجمة عن ما وصفه السيد المنفي بالانقسام المؤسسات السياسية هل هناك لربما أي دوافع أخرى خلف هذه التصريحات أنا ذكرت لك منذ البداية بأن الأيام الأولى ليس فيها مشاكل وأعتقد بأن فيما يخص عمليات الإغاثة للهلال الأحمر أو لجهاز الإسعاف والطوارئ أو ربما يعني للصليب الأحمر أو إلى خير من المنظمات الإغاثية يعني ربما هي لن تحس بهذه المشكلة ولكن المشكلة الحقيقية في اعتقادي أنها ستكون حول التصرف في الميزانية التي خصصت لمدينة درنة سواء الميزانية الطوارئ أو كنا نتحدث عن ميزانية إعادة الإعمار طبعا الآن هناك مشاكل أعتقد بأنها ليست جوهرية بمعنى أن الجميع حتى في الشرق وكذلك في طرابلس الجميع الآن لنقول أنه يعمل بشكل سلس من حيث تدفق مواد الإغاثة من حيث محاولة الوصول إلى الأحياء مثلا أو مثلا حتى المناطق المنقوبة التي انقطعت بها السبل يعني فهناك ربما يعني ناحية إيجابية في هذا الجميع يعني لا مشاكل على هذا المستوى لأنه اسمحني أن أتوقف هنا أستاذ سنوسي لأنك تحدثت عن الميزانية وطبع هذه الميزانية الخصصها عبد الحميد لدبيبة في أول أو ثاني يوم من وقوع هذه الكارثة وقال بأن الوضع تحت السيطرة لا نحتاج لمساعدات أما اليوم السيد المنفي يقول بأن الحاجة تفوق القدرات المادية والبشرية لليبيا ما الذي تغير يعني خلال الأيام الماضية يعني هو السيد دبيبة كان يتحدث ربما عن المساعدات الغذائية والدوائية وإلى خيره لكن أنا تصور فعلا لا نتفق مع السيد المنفي في أن الكارثة كبيرة جدا يعني ليس تفوق قدرات الليبيين حتى لو كانوا متحدين وفيما يتعلق بالأزمة التي نعيشها حاليا أنا أعتقد بأن دور البعثة الأممية ينبغي أن يفعل بشكل أكبر اليوم السيد باتيلي هو منسقة شؤون الإنسانية زارع مدينة درنة واجتمعه هناك مع بعض المسؤولين ووقف عن كتب على كل الأخبار التي أتت عنه قزي على كل الموقف في درنة وأعتقد بأن من واجب مجلس الأمن الآن أن يجنب سكان مدينة درنة والمدن المنقوبة الأخرى في الجبل أخضر يجنبهم انعكاس الانقسام السياسي على عمليات الإغاثة والإنقاذ وحتى إعادة الإعمار لأن هذه مشكلة هناك غياب شبه كامل للثقة بين الناس وبين المسؤولين الذين ربما البعض الآن يطلب حتى من نائب العام أن يحقق معهم باعتبارهم مسؤولين عن انهيار السد الذي كانت هناك مطالبات عديدة بصيانته وإلى آخره يعني هذه مشاكل حقيقة أعتقد بأنها ينبغي أن لا تنعكس على الناس ونحن لسنا في ترف من الوقت يعني لأن الناس لا تزال بعضهم تحت الانقاذ قد يكون فيهم أحياء والآخرين الموجودين تحت الماء الذين يجب أن يكون هناك انتشار لهم وإكرامهم بدفنهم يعني المسألة أعتقد بأنها تتطلب مسؤولية أكبر لباعة الأمم التحدة أنا أرى أن سيد باتيلي ضعيف جدا في هذا الجانب لكن ربما يتدخل مجلس الأمن حتى ولو بتأيين شخصية دولية قوية لها باع في عمليات من هذا النوع يعني عمليات الإغاثة الدولية وتنسيق بين فرق الإغاثة الدولية وبين اليوم أيضا كان هناك اجتماع بين فرق الإغاثة الدولية من تركيا ومن مصر من الإمارات من تونس كلهم اجتماعوا اجتماع واحد من أجل تنسيق وهذا يحتاج إلى جهة واحدة لابد أن تكون هناك جهة محايدة يعني لا تخضع لأي طرف سياسي وأيضا تعمل من أجل مصلحة السكان المنقوبين سواء الآن بينقادهم وإغاثتهم أو مستقبلا فيما تعلق بعملية إعادة إعمار المدن المنقوبة سأعود إليك سيد السنوسي لكي نتوسع أكثر في هذه النقطة ولكن أود أن أسأل ضيفتنا سيدة ميريام يعني فعليا هل هناك مساعي أو تواصل من قبل السلطات الليبية مع جماعة صليب الأحمر والهلال الأحمر كيف تستقون المعلومات هل تقتصر فقط على التواصل مع الهلال الأحمر الليبي نعم كما قد ذكرت قبل نحن نعمل مع ومن خلال الهلال الأحمر الليبي الذي هو يعني بطبيعة الحال يعمل بشكل قريب جدا يعني مع السلطات المعنية ويحاول حصول على المعلومات منها ولكن نعم مرجعيتنا هي بالأساس الهلال الأحمر الليبي ولو سمحتي دعيني أتطرق إلى موضوع يعني الذي أشاره له الأستاذ عن أهمية اليوم الجهات المعنية أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني من ناحية دفن الجثث بطريقة يعني ملائمة للمعايير المتفق عليها دوليا يعني إنسانيا لكي نتجنب كارثة المفقودين وعدم معرفة العائلات مصير أحبائهم هذا موضوع اليوم جدا يعني هام وطارئ مثله مثل يعني المستلزمات الطارئة التي ننادي من أجلها ننادي أيضا ونناشد يعني على أهمية طرق إلى هذا الموضوع هل لديك أي معطيات أو معلومات حول مسألة دفن الجثث بشكل عشوائي إن تم ذلك خلال الأيام الماضية؟ أصدرنا بيان في الأمس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر نوضح فيه موقفنا من خلال المخاوف لأن كان هناك العديد من المعلومات كان يتم تدولها عن مخاوف لدينا بانتشار الوباء بسبب وجود الجثث ولكن نحن مخاوفنا من انتشار الوباء ليس بسبب الجثث إنما بسبب الناجونة الذين هم الآن في مقاون ليست صالحة للعيش لمدة زمنية طويلة وأنها مقدظة جدا إنما موضوع الجثث فنحن نقول بأن هناك احتمال في انتشار الوباء فقط إن كانت هذه الجثث تختلت مع مياه الشرب وإن اختلطت مع مياه الشرب وإن تمت الناس يعني إن قام أحدهم بشرب هذه المياه هنا يعني تبدأ المخاوف إنما الوضع كما هو الآن يعني لا يمكننا أن نقول إنه نظيف جدا ولكن لا يمكننا أن ننسى بأن هناك حق للعائلات لمعرفة نصير أحبائهم والمقابر الجماعية تجعل هذه المسألة صعبة جدا سيدة سنوسي أود أن أعود إلى النقطة لذكرتها حضرتك حول ضرورة إنشاء جهة مستقلة جهة محايدة لا تتبع لأي طرف سياسي ما السبيل لتحقيق ذلك هل هو فعليا أمر ممكن والله سيدتي أنا بصراحة أراه ممكن من خلال تحميل المسؤولين لمجلس الأمن مجلس الأمن من خلال قراراته السابقة هو الذي كان يسر على أن يكون هناك حل سياسي ليبي ومسار سياسي وتوافق بين أطراف السياسي الليبية إلا أن الأطراف السياسية الليبية بصراحة لم تتمكن من إحداث هذا التوافق من أجل التوصل إلى حكومة موحدة في كل ليبيا وهذا المشكلة بدأت من 2014 إلى الآن من فترة سنة الانقسام السياسي إلى اليوم لم تتحصل ليبيا على حكومة واحدة طبعا أنا أتحدث هنا أن مجلس الأمن هو المسؤول عن حماية المدنيين وهذه المسألة المهمة هي حماية سكان درنا هذه مسؤولية مجلس الأمن قبل أي طرف آخر وبالتالي يتعين على مجلس الأمن أن يحاول أن يحل هذه المشكلة إن كانت البعثة ضعيفة فليأتينا بشخصية دولية تستطيع أن تتولى عملية الإغاثة والإنقاذ وبعيدا عن الخلافات السياسية وكل هذه المشاكل وإن لم يكن ذلك ممكن إذن فليلزم هذه الأطراف الليبية أو ليكلف أو ليكون الأمر مكلف به طرف ليبي يتولى هذه المسؤولية وبالتنسيق مع السلطات المحلية في مدينة درنا ممكن هذه تكون هي أيضا حل على كل حال أعتقد بأن المشكلة يعني إلى الآن يعني إلى الآن لم تبرز بشكل كبير فيما يتعلق بعملة الإغاثة التي الآن نعتقد أنها تمضي بشكل جيد ليس هناك إشكالية وأكدت ذلك السيدة في من المتحدثة باسم الصليب الأحمر في أنقرة فهذه يعني أعتقد بأنها إلى حد الآن لم تبرز لكن أؤكد لك أنها ستبرز خلال الفترة القادمة وربما تؤثر على يعني إغاثة سكان المدينة المنكوبين لأن الأمر شيئا فشيئا يحتاج إلى مصاريف أكبر من أجل إيواء ثلاثين ألف شردوا من المدينة وأيضا يعني استخراج الجتامين الموجودة بعدد ربما لم يحدد بعد تحت المياه في تحت المياه البحر وتحت الأنقاض يعني تحت الطين والمياه التي تدفقت على المدينة لذلك سيدتي ونحن نتحدث هنا بكل ألم نقولها بأن يعني يجب أن نجنب يعني السكان المنكوبين مزيد من الألام الحقيقة بأن حتى أن أحد سكان مدينة تحدثوا هو في المستشفى وطالب الليبيين بأن ينهوا هذه المهزلة مهزلة الانقسام السياسي والمشاكل بينهم وإلى آخره وكل جهة تحاول أن تبرز نفسها على أن هي المسؤولة عن يعني هذه نتمنى أن لا تنعكس بتدني مستوى خدمات الإغاثة والإنقاذ للسكان المنكوبين في مدينة درنة وكذلك المدن الجبل الأخضر الأخرى دعنا نعود إلى سيدة ميليم لنستوضح منك أكثر مسار الإغاثة كيف يصير حتى الساعة ما هي أولويات الصليب الأحمر والهيلة الأحمر على ما يتم التركيز في هذه المرحلة بعد مرور أيام عدة على وقوع هذه الكارثة نعم يعني نحن لا نزال في حالة طوارئ نحن لا نزال بحاجة إلى مستلزمات طارئة يعني للإسجابة للحاجات التي تتزايد يوما بعد يوم ولكن نحن قد قدمنا نداء طوارئ بقيمة 10 مليون فرنكا سويسريا لدعم الهلال الأحمر الليبي للإسجابة يعني لكل هذه الحالات الإنسانية ونحن اليوم نريد أن ننتقل من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التركيز على الناجيين وكيف يمكننا تأمين حلول مستدامة لهم كي يعني لا نتسبب بكارثة ضمن كارثة ولذلك نحن بحاجة هذا أيضا يتطلب يعني تنسيق مع الجهات الرسمية أستاذة ميريام لأنه أيضا لدى السلطات الليبية خطة أيضا وواجب بطبيعة الحال لمساعدة هؤلاء الناجين نعم بطبيعة الحال أن الهلال الأحمر الليبي على تواصل دائم مع الجهات في جميع المناطق وبطبيعة الحال نحن نرى بأن مع وصول مساعدات ووفود من المجتمع الدولي الآن إلى ليبيا بالتأكيد سيتم هناك وضع خطة لكي يعني ندعم بقدر الإمكان الناجين وكما قلت يعني السعي لتأمين حلول مستدامة لأننا الآن نشرف على فصل الشتاء والمقاوي التي الآن تضم كل هذه الأعداد ليست أبدا صالحة للناس كي تعيش خلال فصل الشتاء ستبدأ الآن يعني درجات الحرارة بالانخفاض وهذا يعني مسألة المأوى مسألة أساسية ويجب يعني وجود حل لها بشكل سريع أود أن أشكرك سيدة ميريام معطلة المتحدثة باسم جمعيات الصليب والهلال الأحمر حدثتنا من أنقرة والشكر موصول لضيفنا من ترابلوس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة في ليبيا السنوسي إسماعيل